تفاصيل جديدة عن اغتيال نصر الله عملية تعقب بمادة غامضة حيث نشرت تسريبات سرية تداولتها صحف عبرية عن أن شخصا مجهولا جندته إسرائيل التقى بنصر الله وصافحه وأثناء المصافحة وضع مادة ساعدت إسرائيل على تعقب مكان زعيم الحزب لتنتهي العملية بنجاح اغتيال نصر الله مصادر أخرى عززت هذه الفرضية وقالت إن إسرائيل استخدمت مواد غامضة كتلك التي ساعدت بتفجيرات البيجر ما يدلل بأن جميع تلك العمليات مرتبطة بالوحدة 8200 الإسرائيلية والتي تعنى بالحصول على معلومات استخبارية تسهم في حساب الزوايا التي تضرب بها القنابل الوحدة 8200 هي فيلق وحدة الاستخبارات الإسرائيلية مسؤولة عن التجسس الإلكتروني عن طريق جمع الإشارة وفك الشيفرة كما أنها مسؤولة عن قيادات الحرب الإلكترونية في الجيش الإسرائيلي حيث تعمل على تجميع الإشارات من خلال مواد أو شيفرات إلكترونية ضمن حرب إلكترونية تقودها لتحصل على عمليات الرصد والتنصة والتشويش والتصوير أيضا لتحديد مواقع الشخصيات المستهدفة اشتركوا في القناة